موسيقى عقد جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الصيني تشي جينبينغ اليوم مباحثات ركزت على سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات إضافة إلى التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وصدر في ختام المباحثات بيان مشترك بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية الصين الشعبية وقعه جلالته والرئيس الصيني ويقضي بإقامة علاقات شراكة استراتيجية بين البلدين وأكد البيان أن الزعيمين تبادلا بشكل معمق وجهات النظر بين بلديهما والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك كما أبدى الزعيمان وفقا للبيان ارتياحهما للأجواء الإيجابية التي سادت اللقاء وأشادا بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين في جميع المجالات كما أبدى استعدادهما لمواصلة تعزيز العلاقات الودية التي تعود بالنفع المشترك وبما يحقق مصالح البلدين الصديقين وشعبيهما وأضاف البيان أن جلالته والرئيس الصيني قرر استمرار التواصل والتشاور والتنصيق بين قيادتي البلدين وعقد لقاءات منتظمة بين وزارتي خارجية البلدين على مستوى القيادة أو كبار المسؤولين وتكثيف التواصل بين الحكومتين الصديقتين وبين المؤسسات التشريعية للبلدين إضافة إلى تعزيز العلاقات على المستوى الحزبي والمحلي لتنمية التعاون الثنائي اشتركوا في القناة